فإن مما أوصي به أخوان الأعزاء أن يكثروا في دعائهم من قول يا ذا الجلال والإكرام فقد ورد في الحديث ألض بيا ذا الجلال والإكرام فإن هذا من أسباب إجابة الدعوات وهذه الكلمة العظيمة وهذا الاسم والوصف الذي يكون لرب العزة والجلال ذو الجلال والإكرام يعني أنه سبحانه صاحب العظمة وصاحب الكبرياء وأنه جل وعلا صاحب الرحمة والخير والإحسان ففيها معنيان عظيمان الجلال والإكرام فالجلال تعني العظمة والقدرة والقوة بينما الإكرام تعني سعة العطاء وسعة الرحمة منه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر